بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم سوف نبدأ دروس علم المنعة سوف نبدأ بالمتعضيات المجهرية جديد بالذكر أن هذه الدروس تخص مستوى الثالثة إعدادي إذن سوف أعطي تعريف للمتعضيات المجهرية المتعضيات المجهرية هي كائنات حية دقيقة جدا لا ترى بالعين المجردة وترى فقط باستعمال المجهر الضوئي أو المجهر الإلكتروني وتتواجد في جميع الأوساط إلا الأوساط المعقمة فمثلا توجد في بعض المستشفيات أوساط معقمة كغرف العمليات مثلا هذه الأوساط لا يمكن أن نجد فيها جراتيم لأنها أوساط معقمة مع ذلك فجميع الأوساط تحتوي على الجراتيم جيد نفهم إذن الآن سنمر إلى تصنيف المتعضيات المجهرية المتعضيات المجهرية أو الجراتيم هي أربعة أصناف إذن يمكن تصنيفها إلى أربعة أصناف الصنف الأول هو الحيوانات الأولية هذا الصنف سبق وأنظر السموه في الأولى إعدادي إذن لن تجدوا مشكلة في معرفته الحيوانات الأولية هي حيوانات تتوفر على خلية واحدة كائنات مجهرية تتوفر على خلية واحدة لاحظوا الصور نلاحظ هنا البراميسيوم هذه البراميسيوم هي كائن وحيد الخلية يعني يتوفر على خلية واحدة ويعيش في الأوساط الراكدة أو في المياه الراكدة الأميبة أيضا هي من الكائنات الوحيدة الخلية والتي تتوفر على خلية واحدة إذن تذكروا جيد الحيوانات الأولية نعمر للصنف الثاني وهما الفطريات المجهرية الفطريات المجهرية هي نباتات نباتات مجهرية كالخميرة مثلا الخميرة التي تستعمل في إنتاج الخبز كلكم كتعرفوا الخميرة اللي كان صاوب بها الخبز إذن الخميرة أو عفن الخبز أو الفواكه إلا شديتي شي مطيشة مثلا ولا شي بططة قدرتها خارج تلاجة ديالكم واحدة المدة غادي تكون عليها ذاك العفن ذاك الأوساخ ذاك العفن إذن هذاك العفن هما الفطريات المجهرية هذه الفطريات المجهرية كي تكون لنا غالبا على الخبز أو على الفواكه أو إلى غير ذلك إذن هي كذلك جهراتين الصنف الثالث الصنف الثالث هما البكتيريات ومعروفة وشائعة وكتير بزدف بكتيريات فيها ما هو ممرض وفيها ما هو غير ممرض إذن ليست كلها ممرضة وليست كلها نافعة إذن كين مثلا البكتيريات اللي كنلقوها في الحليب في الحليب كان هنا بكتيريات هذه البكتيريات اللي كنشربوها هي بكتيريات نافعة بالنسبة لنا غير ضارة نهائيا كين بكتيريات احتخرة لكلقوها ضارة من مجموعة من البكتيريات ضارة مثلا بحل عصية الكزاس كتسبب واحد المرض يسمى الكزاس مثلا هذا مثال هذه البكتيريات يجب أن نعرف أن البكتيريات تتوفر على عدة أشكال عندها مجموعة من الأشكال مثلا مكورات لاحظوا مكورات بحل دائرة مكورة ثنائية مكورة الأولى هذا المكورة الثانية لا تسق معها العصيات مثلا بحل عصية الكزاس ولا مثلا عصية الجمراء الخبيث هذنك هذه عصية بحل هكا كين مكورات عقادية مكورة إذن هي مكورة ولكن كنت أعطيها بحل واحد السلسلة هنا مكورات عنقودية لاحظوا هنا بحل دوائر كنت تلقى واحدة احتى واحدة هنا مثلا عصية حمد تفويد لاحظوا هنا هذن العصية إذن البكتيريات سنعرفوا بأن لها عدة أشكال ومنها ما هو نافع منها ما هو ممرض سنمر للكائن للصنف الآخر وهو الحمات أو الفيروسات نقوله باللغة العربية الحمات وكتبت تقوله بالفرنسية الفيروسات والفيروسات بطبيعة الحال أنتما كتعرفوا بأن الدرسة توقفت غير بسبب الفيروس وهو فيروس كورونا هو اللي سبب لنا هذه المشكلة إذن هنا الفيروسات كتختلف على باقي الكائنات الحية لماذا؟ لأنها هي أصغر المتعضية المجهرية أصغر المتعضية المجهرية حالة ب Trku contained enough Woods ولكن كتcka conjug Roman كتعيش الزامية داخل الخلايا بالحال كورونا jemand أو الكوروناة اللي تعيش疲ولي للجهز التنفسي و لا حم تشلى الأطفال مثلا ولا يمكن ملاحظتها إلا بالمجهر الإلكتروني لاحظوا هنا حمد الزكام الشكل ديالها والتكبير ديالها لاحظوا 300 ألف مرة 300 ألف مرة تصور إذن الفيروسات لا يمكن ملاحظتها ذاك شي علش كان خصنا دبا في ظل هذا الظروف نحتاطه من فيروس كورونا لأنه ممكن يكون في أي بلاسة ممكن تلقاه في أي مكان عندك طبعا تلحظت لديك يوميا ماشي يوميا بعد كل وجبة تغسل يدين ديالك وقبل كل وجبة أيضا وفينما دخلت يغسل شي حاجة حاولت تغسل يديك بالماء والصابون لأن هذا الصابون يقتل ذاك الفيروس يجعله يمشي إلا ما غلتش بالصابون رغم ما يمشي الفيروس وإلا قلتت بالصابون يمشي الفيروس هذا التكاتور أنواع لا يمكن أن يكون واحد النوع مثلا هنا الإنقصام هذا نوع من أنواع التكاتور ماذا يفعل هذا النوع؟ مثلا باراميسيوم كنتعرفون شو ما البراميسيوم صنفناها في الحيوانات الأولية إذا لاحظوا كتنقسم يكون واحد البراميسيوم يعطيني جوجل لبراميسيوم وكي يقول لي لا هذه العملية كتسمى الإنقصام هذا الإنقصام يبقى عن جوجل الأنواع ديال البكتيريات اللي هما الجاراتيم والحيوانات الأولية هذا الجوج يبقى لهم الإنقصام لاحظوا البكتيريا في حدث القصام أيضا لاحظوا مهنا مكبرة جيدا هنا العملية الثالثة هي التبرعم تبرعم هو أنه يكون لدي خامرة مثلا هذه عند الشكل الدائري يخرج من هذه البراعم الصغار إذن هي تكون براعم جديدة انطلاقا من برعم أصلي هذا هو البرعم الأصلي وهذه برعم جديد برعم صغير لاحظوا هذا برعم صغير إذا يخرج برعم أو صغير أو صغير أو صغير ولكن من بعد ما سيقوم برعم سيقوم برعم والتهواء سيعطي براعم جديدة هذا يكون عند الخاميرات يعني الفطريات المجهلية الخاميرات كتعرفو كتنتمي الفطريات المجهلية ثم التبوغ التبوغ إذن كيحدث عند العفن العفن اللي هو تكون لنا على الخضر أو الفواكه لاحظوا هنا إذن هنا تكون أبوغ جديدة انطلاقا من بوغ أصلي لاحظوا هنا الأبوغ وكي تكون أبوغ جديدة هؤلاء صغير اللي كتشوف جيد هنا عدي نشوف الفيروسات بحال السيداء أو كورا إذن تكاتر داخل الخلايا يل هي الفيروسات كتكاتر داخل الخلايا نشوفوا الطريقة كيف لاحظوا الحم كتجي هنا هذه الخلايا دم كتعرفوا الخلية فيها سيتوبلازم غشاء السيتوبلازمي ونوات لحظة الحمى تلصق على الغشاء السيتوبلازمي ديال الخلية الحية مثلا كورونا كيلسقلينة للخلايا الحية ديال الجهاز تنفسي الرئتين إذن كيلسقلينة هنا من بعد كيدخل لحظة الفيروس ماشي كيدخل هو في الحقيقة كيدخل مكونات دياله كيدخل السيتوبلازم ديال الخلية من بعد مكونات الحمى كتمشي للنوات مكونات الحمى كتنجه نحو نوات الخلية جيد بعد ذلك ماذا نلاحظ نلاحظ أن النواة الخلية كتصاب لنا فيروسات جديدة كتكون لنا فيروسات جديدة إذن الفيروس أجبر الخلية على إنتاج فيروسات جديدة جيد من بعد ذلك كتولي الخلية هات الخلية اللي دخل لها الفيروس كتولي باش كتولي ممتلئة باش بالحمات ولا تعامرة بالحمات هات الصغيرين كتشوفوا منها فيروسات شنو غدي يوقع لهاد الخلية هات الخلية من كلاش تبقى عيشة لا كتتوقع لها تفرقع إذن كتتفرقع يعني كتتترتق وكي يخرجوا منها فيروسات جديدة في الأول شوف حال دخل دخل لنا فيروس واحد وفي الأخير في المرحلة السادسة خرجوا لنا فيروسات جديدة نفهم؟ إذن شنو كي يبلينا يبلينا بأن هات الخلية جاءت لنا بزاف الفيروسات كل يخلات الحمى أو الفيروس أجبر الخلية على إنتاج فيروسات جديدة إذن وبالتالي هات الفيروسات فين غير يبشيه؟ غير يبشيه الخلية أخرين ويدمروهم الخطورة ديالفيروس كيف يديره؟ إذن هناك تجلل الخطورة ديالفيروس لاحظوا مزياناتش ولحد الآن ما كينش دواء بالنسبة لكورونا أو للسيدارة ما كينش دواء ما كينش دواء لولو وما كينش كذلك ما كينش كذلك تلقيه ما كينش كدير تلقيه إذن لاحظوا هنا الإنقسام نعطوا التعريف ديالإنقسام شنو هو؟ هو إنقسام المتعضي المجهري إلى متعضيين مجهريين متساويين يتضعف عدده بعد كل إنقسام صفين؟ التبو تتميز بعض المتعضيين المجهريين بإنتاج الأبواق ثم تنتشر هذه الأبواق فتصبح متعضيين جديدة من نفس النوع التبرعم التبرعم هو تكون براعيم جديدة ضلافا من برعم أصلي ثم التكاثر داخل الخلايا هذا كيحدث عند الفيروسات متوا معاقلين إذن هنا رضي للخص لكم المتعضيين المجهريين وعندنا ما التكاثر إذا أخذنا الحيوانات الأولية والبكتيريات هذا بجوج كي يوقع لهم بجوج عمليات الإنقسام اللي ما عقلش عن الإنقسام يرجع للقبل غادي يلقى شنو هو الإنقسام عاوتاني الفطريات المجهرية عفن اللي هم العفن تبوغ الخميرة تبرعم لحمات الفيروسات كتعطيني التطفول ولا التكاثر داخل الخلايا